يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم الخبر العنوان أن منتخب مصر الوطني لكرة اليد صعدة إلى ربع نهاء كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي صحيح خسرنا النهاردة من المنتخب الدنماركي وصحيح الشوت الأول تحديدا ما دخلناش المباراة بشكل جيد بس الشوت الثاني كان الأداء أحسن وحنا تعالينا مع الدنمارك في الشوت الثاني ولكن بمجمل نتيجة المباراة احنا خسرنا بخمس أهداف الخمس أهداف اللي فرقوا بيهم المنتخب الدنماركي في الشوت الأول الدنمارك أقوى الدنمارك منتخب كبير الدنمارك منتخب محترم جدا آه طبيعي نحلم ان احنا نكسب الدنمارك احنا عندنا إمكانيات تخلينا نعمل ده بس دايما يقولك في كرة اليد الفرؤات بتبقى معروفة يعني معروف مين أكبر مين أحسن عشان كده المباراة الماضية باستثناء مباراة كرواتيا اللي احنا كسبناها كل المباراة اللي احنا كسبناها تقريبا مضمون ان المنتخب مصري يكسبه عشان منتخب مصري منتخب محترم جدا مش عايزة أقف كتير عند هزيمة المنتخب المصري اليوم أمام المنتخب الدنماركي عايزة أقف كتير على إنجاز يتكرر كل كأس عالم وهو التقلق الرائع لمنتخبنا الوطن اللي احنا شايفين ربع نهائي للمرة الثالثة على التواتي منظومة سليمة منظومة رائعة منظومة محترمة منظومة فيها أجيال بتسلم أجيال يعني بالمناسبة النهاردة هيكون دفنا واحد من أساطير كرة اليد المصري الكابتن الكبير كابتن أشرف عواض لما كابتن أشرف عواض اعتزل قلنا لا خلاص وهو وجيله رائع جدا قلنا خلاص مفيش بقى ده كان جيل استثنائي تخش على الجيل اللي بعده هتلاقي فيه حسين زاكي تخش على الجيل اللي بعده هتلاقي فيه أحمد الأحمر تخش دلوقتي تتكلم فيه أسماء كبيرة جدا زي علي زين وزميله فأنت بتتكلم نجوم كبيرة بتسلم بعض مفيش جيل استثنائي في كرة اليد هي منظومة سليمة ورائعة احنا عندنا مباراة السويد يوم الأربع اللي جاي فيه دور السمالية السويد منتخب محترم جدا هو أحمل منتخبات الكبيرة فنيا سمعت كثير من المتخصصين والخبرات ان ممكن ممكن نزيد عنهم بدرجة مساء ممكن يبقى أفضل منهم بدرجة هو مش منتخب سيء منتخب راس براس بمعاه بس أكيد هو عنده أفضلية الأرض والجماهير وكان نفسها نكسب الدرمارك النهارة عشان نبعد عن المنتخب السويد هتسألنا أنا أقولك أنا باعتبر اللعب المصري العقلية المصريية اديني ضغط حطيني تحت ضغط يعني منتخب مصري النهاردة دخل مباراة الدرمارك وهو عارف أنه عنده خيارين خيارين أكسبه بأول مجموعة هخسره بأتاني المجموعة وكده كده هصعد اللي هو دور رئيسي هصعد لدور السمانية فقدم حطيتلي خيارين آه يعني خلاص نكسب 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 ماشي تعدي هتحط منتخب مصر أو لعبي منتخب مصر في أي لعبة قدام مواجهة حقيقية ما فياش غير خيار واحد إن شاء الله هتشوف حاجة محترمة خاصة لما نبقى بنتكلم على منتخب مشرف جدا وعنده عناصر رائع جدا زي منتخب مصري الكورتليات إن شاء الله الأمور بالنسبة لنا تبقى موفقة في الفترة اللي جاية تحياتنا لكل لعبي المنتخب المصري والجهاز الفني مهم جدا يا جماعة مهم جدا الدعم والمسندة في وقت الهزيمة أكتر من وقت الانتصارات نهارده خسرنا على الورق منطقي على الورق وارد إنك تتخسر من الدنمارك كان عندنا نطموح أكبر طبيعي بس إحنا ما خسرناش كتير إحنا كده كده في ربع نهائي المونديال نفسنا بإذن الله نكسب السويد وناخد خطوة رائعة للأمام إلى نصف نهائي كأس العالم نقدر بأكد لك مياه في الماء وأنا متأكد إن الكابتن أشرف عواضي اللي هيكون ضفنا بعد قليل هيأكد هذا الأمر إن إحنا أكيد نقدر أكيد نقدر إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم مباراة السويد هتبقى يوم الأربع اللي جاي مباراة دور السمانية في كأس العالم مع المنتخب المصري كان محدد لها مبدايا سبعة مساء وبشكل نهائي خلاص موعد المباراة هيبقى تسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة زي توقيت مباراة اليوم بين مصر والدنمارك مرة أخرى مصر تواجه السويد في كأس العالم لكرة اليد يوم الأربعاء في التسعة ونصف مساء وكلنا وكلنا أمال وأحلام مع منتخبنا الوطني إنه يوصل لنصف نهائي هذه البطولة العالمية الكبيرة ترجمة نانسي قنقر